مملكة البحرين أكثر من مئتي عام من العلاقات المتينة والفريدة التي قامت على احترام وتقدير متبادل بين قادة وملوك البلدين الصديقين على مر التاريخ عززها ما جمع العائلتين المالكتين من ترابط واهتمام كبير في تنمية وتطوير مجالات التعاون والتفاهم في مختلف المجالات رغبة صادقة عبر عنها قادة البلدين الصديقين على مر الزمان في تعميق الصداقة التاريخية التي جمعتهم في محطات مضيئة تطورت بشكل ملحوظ ومتنام وأكدت عليها العائلتان المالكتان من خلال الزيارات الرسمية والودية المتبادلة والتي يسجلها تاريخ كل البلدين كإرث عريق من العلاقات الاستراتيجية بينهما بدأت تلك العلاقات منذ أكثر من قرين من الزمان وزار البحرين العديد من أصحاب الجلالة ملوك المملكة المتحدة وتنامت العلاقات بشكل ملحوظ في عهد الراحلة جلالة الملكة إليزابيث الثانية التي زارت البحرين لأول مرة في عام 1979 في عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه رافقها جلالة الملك تشارلز الثالث حينما كان وليا للعهد وشكلت تلك الزيارة علامة فارقة في مسيرة العلاقات البحرينية البريطانية المتينة وفي عام 1986 قام الملك تشارلز الثالث بصفته وليا للعهد وأميرة ويلز حينها بزيارة لمملكة البحرين في إطار جولة خليجية تلاها بزيارة أخرى عام 2007 رفقته خلالها قرينته الأميرة كاملة ثم زيارة ثالثة في عام 2016 لحضور احتفاليات ذكرى مرور مائتي عام على العلاقات الثنائية بين البلدين اعتزاز وتقدير كبير ومستمر عريف عن العائلتين الملكتين الصديقتين على مر التاريخ عكس مستوى عمق العلاقات التاريخيات والروابط الوثيقة التي تجمعهما لعقود طويلة وهو ما يؤكد حرص المملكتين على تطوير هذه العلاقات المشتركة وترسيخها على الأصعدة والمستويات كافة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر